ومنه إلى عودة المعارض المتخصصة في السيارات التي تشمل مختلف العلامات بعرض أسعارها وطرق اقتنائها وأيضا خدمات التأمين التحدث اليوم حول صالون السيارات التي سيقام في ولاية وهران وللحديث الموضوع سعد باستدافة سيد مونير بطراوي ممثل صالون الوطني للسيارات ولواحقها أهلا بك سيدي أهلا أخذها وشكرا لسيبا لا شك على وجه إذن سيد بطراوي نتحدث مع انتعاج سوق السيارات شفنا السيارات المستوردة المصنعة منها هنا في الجزائر حرك عديد القطاعات البنوك إلى غير ذلك التأمين أيضا وحرك أيضا معه كما سبق وانذكرنا المعارض الخاصة والمتخصصة بالسيارات نتحدث على صالون السيارات الذي سيقام في وهران شهر فيفري تفاصيل أكثر حول هذا هي صالون وهران يعني في طبعته الأولى اللي رح يكون من 5 إلى 10 فبري 2024 اللي هو باهي أوتوفي وهران إن شاء الله كانت هادية كانت نظرة بهذا الصالون رح تكون عندنا نظرة بعده نظرة مستقبلية علىه لأنه بعد الغلق اللي كان وتجميد اللي كان ونعرف كل الظروف اللي كانت كانت ضروف عالمية من الكورونا وإذن الحرب الأوكرانية اللي كانت يعني كان غلق على الشعب الجزائري خاصة الآن رو الشعب الجزائري والمواطن البسيط رو متلهف لاقتناء هذه السيارات سيارات هادية بكل أطيافها وبكل أنواعها اليوم إن شاء الله رح تكون في هذا الصالون هدايا صالون البهية أوتوف هذه اللي قلنا النوعيات وقلنا هذا الصالون هدا رح يكون فيه خصوصية الخصوصية هادية بالمقارنة مع السارونات الماضية الخصوصية اللي رح نشوف فيها أنه درنا دوابط لهذا المتعاملين وحتى من أصحاب صنع القطع الغيار درنا لهم دوابط الإنسان والمؤسسات اللي تخرج على الدوابط هذه ما نسمحوله لاش باش يدخلوا ما نسمحولهم باش يدخلوا باش نخلوا هذيك الميزة هذيك والاحترافية في الصالون حبينا باش نخليه بصمة جزائرية في الصالونات الجزائرية كنا شفنا من قبل كان روكود نعم من روكود كنا شفنا باللي كان في قطاع في هذا القطاع ده قطاع السيارات السيارات كانت خروقات في صنع السيارات حتى من ناحية الأمنية لأمن المواطن ما كانش نحن الهدف بتاعنا من هذا الأخر أنه من هذا الصالون هدايا أنه الحاجة اللولانية يحمي القدرة الشرائية تع المواطن الباسيط خاصة الباسيط مع العلم أنه المفتوسة بتاع الدخل تع المواطن الجزائري راه قرابة تع 3 ملايين ونصف يعني ما زال ما زاله ضعيف ما يقدرش من باش يحلم ما يقدرش باش يحلم احنا راح نعطوه له واحد لهكذا باسيطة أمل يعني نقوله المواطن اليوم يعني نتحدث على السيارات الجديدة المستوردة لكن الصيانات يعني عنده أمل كثير في السيارات المصنعة هنا في الجزائر من أجل تعامل مع البنوك نعم راح تكون مفاجآت في هذا الصالون هدايا يعني يعطينا بعض المفاجآت من بين هذه المفاجآت راح تكون فيه اتفاقيات مبرامة داخل الصالون يعني حبينا قلنا نخلو البصمة دينا يعني سواء نديروا معرض أو صالون تجاري محد وين إنسان يروح يتاجر ويربح درهم وبس هادينا نروحوا في قطاعات أخرى حبينا نخلو هذه البصمة هادية وين نخلو كين فيها ضوابط ونخلو البصمة دينا وين حتل المواطن الجزائري الهدف الكبير أن المواطن الجزائري يلقى السهولة في اقتناء السيارات سواء تكون فيها تسهيلات بالفاصيلة وغيرها سواء راح يكون فيها تسهيلات في الأسعار راح تشوفوا أسعار يعني رائعة ورائعة جدا وين سيارات اللي كانت فيما مضى كانت 500 مليون سنتيم الآن راح نلقاو سيارات 170 مليون ونوعيتها رائعة يعني حتكون حيكون بيع بالتقسيد نعم راح يكون بيع بالتقسيد وهذه راح نخلوها مفاجأة يعني من الوكالاء مباشرة للمواطنين يعني حسب العلامات حسب العلامات يعني قرابة كل العلامات راح تكون متواجدة في هذه الصالون هدايا وكاين بزاف علامات أخرى اللي كنا رفضناها لأن المعايير اللي ما تنضبطش بالمعايير اللي كنا نضبطناها ما قبلتهاش ما خليناهم شي تدخلوه في هذا الصالون على هدية إن شاء الله راح يكون الصالون هدايا راح يكون نتيجة تاعه راح تكون نتيجة رائعة به اللي راح نمشي بعدها راح نمشي للشرق العنابة ومبعد نمشي للجنوب ونجو للواسط إن شاء الله إن شاء الله يعني كالإن تلاقح تكون من ولاية وهران لما نتحدث أيضا كما سبقنا ذكرت سيد مونيا لبطران نتحدث على معرض السيارات وهذا الصالون أكيد كما قلت يكونوا اتفاقية مع البنوك والوكلاء يعني المواطن هو متعطش كثيرا للسيارات خاصة مع الركود لشفناه نتحدث أيضا فيما يخص لوازم وملحقات السيارات أيضا قطع الغيار أيضا تشهدت أيضا ركودا خاصة مع توقف استيرادها وحتى يعني فيما يخص يعني الصناعة المحلية نعم كنا نعرفوا بلي لواحق السيارات على بلكم بلي قطع الغيار الآن راننا نعانيه منه كين قرابة 6 ملايين سيارة مستعملة في الجزائر والآن ما كانش تأمين حتى المواطن هذا ما كانش تأمين كين التقليد والدولة الجزائرية كين برنامج كبير البرنامج هذا رح يحمي ورح يأمن هذا المواطن هذا لا للتقليد يعني رح تحارب دول الجزائرية رح تحارب هذا البرنامج هذا تحارب التقليد وش مع انتها رح يدخلوا هذا الصناع المؤسسات اللي رح تصنع القطع الغيار في الجزائر الأجنبية ومنها كين برنامج اللي كنا رح نخدم حنايا بالتنسيق بالوسطة مع الوزارة ومع هذه المؤسسات هادوما باش يكون هادوما يكون محلي يعني في الجزائر يكون تصنيع تحوم هنا في الجزائر ولهذا كنظرة مستقبلية نشوفوا بلي رح نربحوا العديد من الأمور ومنها ننتقلوا من الاستيراد إلى التصدير إلى ما ننسوش بلي الجزائر راهي بوابة بوابة إفريقيا وكل المستثمرين كانوا ينظروا إلى الجزائر بنظرة المتلهف علىه لأنه على بالهم باللي كنا في فترة من الفترات كنا كانت فيها خروقات في صناعة سيارات والكل فينا كان يعرف هذا بس صح استغلت الدول اللي كانت قريبة لنا والمجاورة استغلت هذا الوضع هذا وشافوا باللي كانت المستثمرين كانت مغلوقة الأمور مغلوقة هنا ما يقدرونش باش يدخلوا إلى الجزائر ولهذا استثمروا في الوضع هذه الدول هادية وجابوا هذه المستثمرين ليهما من المفروض أنه يكونوا في الجزائر لأنها بوابة حقيقية لإفريقيا استثمروا الوضع هادية وجابوا هذه المستثمرين جابوهم لهم نحن الآن سياسة ممنهجة من دول الجزائرية والحمد لله لعرب العالمين نحس بكين نظرة كين حسنية كبيرة كين نظرة مستقبلية من دول الجزائرية وبالتنسيق باش يقضيوا على هذا الأمر هذا وباش تكون صناعة سيارات ولوازم السيارات صناعة حقيقية محلية يعني محلية وحقيقية نعم طيب نتحدث أيضا فيما يخص أكيد من خلال تنظيمكم هذا المعرض يعني كانت عندكم نوعا ما من السهولة لأنه كان المواطنة هم متعطشة وحتى يعني العلامات متعطشة لعرض يعني مختلف يعني سياراتها إلى غير ذلك يعني افتقدنا لمثل هذه المعارض نعم نحن نمشي بمبدأ واحد أنه الإنسان كلهم في مكانية كلهم في القطعتها اليوم راني هنا نخلي البصمة تاعي هنا غدوة نرحل نروح لهنا نخلي البصمة تاعي هنا هذا قاعدتك من أجل هدف واحد أنه عندنا تزاير أموة على الأقل كل واحد في المكان دياله نحن كنا نشوفه بالليل لا لا الدولة رأي غلقت ولا الأخر نرميه كلش على الدولة لا لا مش كلش على الدولة الجزائرية كانت فيما مضى كانت أخطاء بصح لا لا نحن الناس اللي كانوا يقدموا الصارونات كما هادو ما كانوش يخدموا بمستوى رافع ولينا نحشمه نحن مستمرين نهاري جي ويشوف كانوا صارونات كانوا تنداروا من قبل صارونات والله غير ما تمد النظرة المليحة للجزائر نحن رأينا نمد النظرة قبل ما تكون تجاريا رأينا نمد النظرة لهذا والصالون والناس دول مجاورة يتضحكوا علينا ولهذا أحب ده كانت سهلات من الدولة أولا سهلات من الدولة ومن وزارة خاصة وزارة التجارة ووزارة الصناعة الحاجة الثانية كين إفتقاد من المستمرين نهار يقتنع بالبرنامج بتاعك هذا المستمر أو رايح يدخل معك نهار ما يقتنعش ويشوفك باللي كين برنامج هذا وكين صالون هذا التجاري محت ما رحش يمشي معك وما رحش يمشي معك ولهذا حنا قلنا باللي كين عوامل لساعدة بزاف باش هدو المستمرين يدخلوا باش تتحرك هذا القطع هذا خاصة القطع صالون السيارات لهو أول الحاجة الأولانية التسهيلات الجبائية اللي درتها سياسة المحكمة للدولة الجزائرية هذه الحاجة الأولانية الحاجة الثانية التعديلات القانونية اللي كانت كان كلش مغلوق أنا كان نكون مستثمر أجنابي ونجيل زاير والحب نخدم نهار نشوفها باللي مغلوقة نروح لدولة واحدة أخرى أنا نشوف وين نقدر نستفاد في ابتجارة تاعي هذه هي كين من بين هذه القوانين هذه قانون الاستثمار وكين قانون تانيك العقار الصناعي ليه ما كانش كانت مغلوقة فيه وكين أيضا قانون النقد والقرض هذه القوانين هدوما اللي كانت فيهم تسهيلات وكانت فيهم تعديلات قانونية الحمد لله لهم اللي كانوا سهموا ولهم من قريب أو من بعيد سعدونا في هذا الصارون هدايا ما تنسوش بللي كين برنامج هدايا وهذا الصارون هدايا رانا قرابة تاع سبعة أشهر ونحن ننظموه فيه يعني كانت أمور ممنهجة ومضبطة لأول مرة نقولها لك لأول مرة في الجزائر وراح تشوفوا بللي كين واحد خلال بصمة دياله عندنا سبعتاشن خابير ودكتور في الاقتصاد اللي رام ساهمين في هذا الصارون هدايا نقول لكم بللي كين مفاجآت أخرى اي راح يشوفوها على المباشر لأنه نهار قتنعوا هدو المستميرين شافوا بللي لازم يدخل الناس اللي كانت تدخل حبيو يدخلوا بكل تكرارة السيارات أم يدخلوا بسبعتاشن سيارة لخاتش قتنعوا بالبرنامج وما شفناهمش وخليناهم هذه الضوابط هادية لما لازمشي تجاوزوها أكيد يعني حتى من خلال هذه المعارض أكيد كما سبق وأن ذكرت يعني حتى العلامات يعني مؤخرا لما دخلت العلامات فيما يخص سيارات مستوردة يعني كانت تنقله في خلال 15 يوم يعني كان كل أسبوع هناك علامة هناك افتتاح لنقاط البيع إلى غير ذلك وحتى شفنا التفاوض في الأسعار يعني ربما أقل سيارة كانت 199 مليون إلى أغلى يعني هناك أسعار مدفاوية يعني حسب القدرة الشرائية أيضا للمواطن كلهم حسب مقدوراته وشفنا يعني في المقابل يعني الأسواق اللي كانت بره يعني أسواق السيارات كانت الأسعار جد مرتفعة لكن بمجرد يعني دخول السيارات المستوردة نوعا ما كان هناك توازن لكن بقيت يعني مرتفعة وهناك حديث على إعادة فتح أيضا سوق تجلابين لا ما نشوف فيها السوق تجلابين هو اللي يؤثر الوسطى التجاريين لا لم أقل أنه يؤثر لكن ربما حنشوفه يعني مقارنة برقودة الشرائية مواطن يعني ربما ما يردش شيء سيارة مستوردة حتى ولكنت 199 مليون ربما يسيب أقل لا أنا بشنطك حسري أنه سيارات هدية كين سيارات أخرى راهي 170 مليون 170 مليون وكين هناك كين منافسة شديدة وشديدة جدا وين بين المستميرين هدوما وبين الوكالاء والحمد لله هذا وش كنا حابين وحنايا هذه اللي راح تساعد منافسة منافسة اللي راح تساعد المواطن البسيط حتى من ناحية تسهيلات مع البنوك حابين نقرب كل واحد على هذه الندوات كين ربع الندوات في مستوى راقي وراقي جدا راح يكون فيها الممثلين تعالي البنوك وتعالي المالية وراح يكون تأمينات وراح يكون فيها الممثلين أيضا وتعلى هذه الوكالاء يعني لتم كان تقارب الرؤى ما بالخبراء هذو اللي راح يكونوا لتمك راح يطين نقاط عمليا قانونية يعني حتى المواطن ربما اللي حاب يعرف يعني في الميكانيك أو يتساءل راح يشوف كلش على المباشر يعني حيكون يعني خبراء ورح يكون خبراء وراح يكون كلش عالمباشر راح يشوف كلش لتمك راح يشوف تسهيلات راح يشوف اللي مكاش رانا حابين نوصلوا المبتغة تعنا أنه صيناعة سيارات وشنوه وين كونه حن نسهل المستميرين هادوما وحن نسيون الربط بينهم نكونوا منسيقين بينهم وبين الوزارات وبين الفاعلين على الأقل على الأقل حتى من ناحية تانية من ناحية الزاقريمون اللي كونه لإعتمادات حن الحمد لله مؤخرا ولا شفتوا كانوا كل واحد يمدوا الواحد ويفتح الشور ومتعه دور كان مؤخرا نشوفوا باللي 15 يوم الخرانيين ولا شهر الخراني شفنا باللي بزاف اللي رام يفتحوا رام يفتحوا شورو متاحهم بزاف اللي رام يفتحوا بزاف اللي يمدونهم اعتمادات حنا كطالب مننا أنه الاعتمادات هذه يزيد ويسهلوا في المصلحة على البلد دينا وفي المصلحة على المواطن ناكنا قادرين نديرو خمس سنين اللي فاتت هادوما نحاولو كيفاش كل واحد على حيضة نخليوا البصمة تاعنا ونحاولو كيفاش نعاود ونسهلوه نريكي بيري ونعاود ونسترجعوه هذو الخمسين هذو اللي فاتهنا طيب سيد بطراوي لما نعيد ونذكر فقط بتاريخ الصالون متى سيكون يعني بدأت من الخامس في فبري تاريخ الصالون من الخامس في فبري إلى عشر فبري 2024 قصر المعارض ليماك وهرا في وهرا طيب سيد بطراوي هل ربما يمكن أن تصبح الجزائر قطب صناعي للسيارات في القرى وانت قلت أن الجزائر بوبت القرى هذا هو العدف الكبير اللي رايتس عليه الدول الجزائرية قلنا كأننا سياسة ممنهجة وراح نكون احنا وساطة وساطة للخير لبلادنا باش على الاقل نسهلوا باش على الاقل نكونوا طارف فاعلين في هذه القضية هذه إذا وصلنا باش نروحوا من الاستيراد للتصدير يعني حققنا هدف كبير ونقول لك الأخت زهور أنه في التولاتي الاخير تاع 2024 راح نوصلوا الواحد للمرحلة كبيرة كبيرة جدا في هذه القطاع طيب يعني قلت أنه المعارض حيكون ما بين الخامس إلى غيرت العاشر من فيفري وهو وطني يعني لماذا نخرجوش يعني يصبح دولي يعني مثل المعارض اللي نشوفوهم في جناب إلى غير ذلك نحن في الحدود تاعنا الخاصة نحن حبينا نخلي البصمة تاعنا بصالون بصالون وين المستمرين هدو ما يشوفوا النظرة تاعنا ويشوفوا نحن وش لنا قادرين نحن كاين من الناس اللي راهم ينظمون المنظمين اللي ينظموا هذا النوع من المعارض ومن الصالونات قادرين يخليوا بصمة كبيرة ويمثلوا الدولة الجزائرية نهار نشوفوا باللي رانا درنا صالون بمستوى راقي ومستوى رافع وين تتحدي بها الصالونة الأجنبية نقول باللي إن شاء الله نلتماكنين راحين لنرحو الدولة الأجنبية هذا هو طموح مع العلم أن شركتنا ما رايش وليدة اليوم رايش عندها خبرة خبرة كبيرة وين رانا لحقنا الآن طبعا عشرة من صالون الانتاج الوطني من توجي بلادي نعم يعني هذه الخبرة هادية بنا نحطها في صالون السيارات بطريقاتنا خاصة وبيللمس دينا طيب سيد موني البطرابي كم من علامة تقريبا لسيارات لستكوش هي المشاركين تقريبا كل علامات إلا اللي رفضناها اللي ما دخلش العلامات اللي ما دخلتش في الصف وتبعت القوانين والضوابط اللي احنا دبطناها لاش قلت لك امور خلينا واحد لمسة هكذا لما دخلتش وما تبعت هذه القوانين رفضناها رفضناها ولهذا تقريبا كل علامات رهي متواجدة علامات أوروبية وأخرى صينية تعرفوا باللي العلامات الصينية اليوم رهي 114 علامة صينية يعني تصرى تقدم كبير في الصين من هذا في صناعة سيارات يعني وكان نشوف ميتال كالعلامات شيري شيري وكان نشوف احنا كانت عندنا واحد نظرة انه شيري كنا نشوف هذه السيارة الصغيرة البسيطة نوعيات لدخلت اليوم واحد النوعية رائعة ورائعة جدا بلك تفوق العلامات الأوروبية وبسعر بسعر لانه المواطن لما كان هناك حديث على دخول السيارات الصينية كان هناك تخوف يعني يقول لك صيني يعني رغم ان كل من توجد تقريبا هي صينية لكن هناك تخوف لكن بمجرد يعني فتحها في نقاط إلى غير ذلك وشوفوا يعني النوعية يعني كان هناك يعني نقاط خاصة من أجل يعني حتى الإعلام غطاها إلى غير ذلك اكتشف يعني هناك تقدم كبير في صناعة سيارات لا العلامات الصينية الحق يعني انسان كين علامات وكين سيارات اللي رح ندخلها لأول مرة رح ندخلها في الصالون هذا رغم انه عانينا موحد النقطة انه نقطة الكوطة الكوطة اللي ما زال ما دخلوا لهمش ما يقدرش يدخل بيها هذيك ليعنينا شوية منها إلا انه كين علامات إيجابية كبيرة ونقاط إيجابية كبيرة سيارات رح تدخل لأول مرة تدخل في الصالون هدايا صالون هدايا قلت لك رح تكون فيه مفاجآت صارة للمواطن الجزائري درنا إشهارة عدة إشهار في الغرب الجزائري وحتى في الواسط وحتى في الجنوب انطلاقة للاقتصاد الوطني بهذا الصالون إن شاء الله يكونت تقارب في المعرض يعني ما بين يعني بداية كانت من الغرب من وهران إلى الجنوب لا إحنا رأنا ديرين برنامج إن شاء الله منا يا إن شاء الله بإذن الله منا رح يروح مباشرة للعنابة إن شاء الله من تم يروح للشرق الجزائري ولماذا بعد نعود نحطه للواسط للجزائر العاصمة وبعد نعود نحطه للجنوب الجزائري إن شاء الله أيضا سيد مونير بطنوني تحدث على قطاع المناولة يعني 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 هو نقول تغير مهم في صناعة السيارات ورفع نسبة الإدماج فيها عباك كانت واحدة النقطة كنت حاب نتكلم وخفت ننساها إنه نقطة القطاع الغيار قطاع الغيار عباكم القطاع الغيار في الجزائر كان فيه روكود احنا احنا افتحنا باب احنا افتحنا باب الواحد للناس اللي كانت تقلد وتجيب قطاع غيار مقلد يعني مقلد وخاطر جدا هذه كين سلامة كين سلامة تع مواطنين كان ناس ما تخافش ربي أنا نهار نروح نفتح ندي ندي وحدة من قطاع الغيارات ونديها نديها اللاشين ونعاود نخدمها وندير ونخدمها بسعر سعر ضعيف وضعيف جدا المهم أنه أنا نربح بس حدك المواطن هدك نهار ياخدها وراه في الطريق كيفش رح يكون عنده على هدية كنا دبطنا واحدة النقاط مع وزارة الصناعة أنه كين على بلكم بلي كين كين مؤسستين لتراقب القطاع صناعة سيارات وتراقب أيضا صناعة القطاع الغيار هذو تابعين وزارة التجارة وأيضا تابعين لوزارة المالية هدو ما رح ي إن شاء الله هدو ما بهذه النقاط هدو ما رح نلقا نلقا كي ما نقول نسبة صغيرة من الخطر خاصة في قطاع الغيار طيب نطع نعود إلى نقطة يعني شبكات المناولة فيما يخص زيادة نسبة الإدماج يعني وفق ما ينص عليه دفتر الشرط أيضا نعم هذه النقطة هدية على بلكم رح تكون رح تكون إن شاء الله كي ما نقول ندوات مع خبراء اقتصاديين نحن خبراء اقتصاديين هدو ما أمر رح يفهموا كنا نضبطنا مع الوزارة حطينا النقاط هدو ما أنه لازم لازم نخرج بنقاط عملية كين كين أمور سلبية وكين أمور اللي رح يتعيق للمستثمرين وكين أمور لم تساعدنا لم تساعدش المواطنين هذه مام هذا الرطار هذا التأخر هدية ما رح يساعد المواطن البسيط ولهذا رح تكون هذه النقاط هدية هي نقاط عملية رح نشوفها مباشرة إن شاء الله بإضافة للبنوك أيضا مؤسسة التأمين تكون حاضرة نعم كين البنوك مؤسسة المالية تقريبا كلها رح تكون عدة بنوك خاصة بنوك بطريقة مرابحة اليوم اللي بانت وأبانت عن ردد فعل إيجابية من قبل المواطنين عنده ثقة عنده ثقة الآن ورح يدخلوا بها رح يدخلوا بها في هذا الصالون علش قلنا باللي هذا الصالون هذي رح يكون أمور فعلية وعملية صحيحة وحقيقية ما مش نجيو نحطوا سيارات ونبيعوا ونشرين وقدر مش هذه الفائدة الفائدة أنه قال لك ما تشوفهم مش كي يبدأ وشوفهم كيعي حنا كي نبدأ ونمشيوا ونخدموا بالاستمرار إن شاء الله نلحقه إن شاء الله يعني كلمة ختمية سيد مونير بطراوي من أجل يعني يكون حضور يعني في هذا الصالون حنا درنا كل شي من أجل كي ما نقوله إحنا باش نجح هذا الصالون هذا وإذا الصالون هذا بعقلية جديدة حتى من ناحية تكنولوجية جبنا كين أمور رح يشوفوها لتماك ما كانت في الصالون التي كانت فاتت إن شاء الله نتمنى ويكون الإقبال وعندي ثقة باللي رح يكون لأنه مدينا كلش من إشهار وغيره باش إن شاء الله يكون يكون إقبال كبير إن شاء الله الناس على الغرب وتاع هذا المعرض وعن قريب إن شاء الله تسنون إن شاء الله في معرض النابة إن شاء الله شكرا لك سيد مونير بطراوي ممثل صالون الوطني للسيارات هو لا وحقها شكرا لك على كل تفاصيل أتمنىكم توفق إن شاء الله إن شاء الله الله حمدك نتوقف الآن مشاهدين عند الفاصل الإشهاري ولا نعم